كما شهد رئيس مجلس الوزراء بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل مراسم توقيع عددين من الاتفاقيات والتعاقدات الجديدة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا وتسع وعشرين شركة عالمية وذلك لفتح مقرات لها في مصر أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها في السوق المصرية تأتي الاتفاقات الجديدة في إطار استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد 2022-2026 والتي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فبراير الماضي وتهدف تلك الاستراتيجية لمضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات لتكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود وذلك عبر تقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة على النحو الذي يسهم في تسريع نمو اقتصاد المعرفة